صارت الآن للعالم العربي أولويات أخرى هناك صراع روسي غربي هناك صراع عربي إيراني هناك صراع فلسطيني إسرائيلي يتجه نحو حل الدولتين حول العلاقات والتحالفات والتعايش مع هذا الواقع الجديد وهناك أيضا صراع مثلا في المنطقة المغاربية صراع جزائري مغربي على الصحراء الغربية والذي دخلت عليه أيضا أطراف أخرى ستحوله إلى صراع آخر على مستوى دولي وليس على مستوى دولتين هنا شفنا الآن دول غربية راهي تؤيد المغرب إسرائيل تؤيد المغرب الخليج العربي تؤيد المغرب إيران بدأت تخترق الجدار لهذه المسألة من أجل أن توجد لنفسها موطئ قدم ونحن نعرف أن إيران لا يمكن أن يكون هناك صراع أو نزاع في العالم لا تحاول التوازد به إذن ماذا يجب عن الجزائر؟ من جيش سعيد شنغري حيقول وإننا في الجيش الوطني الشعبي لنشك إطلاقا في قدورات بلادنا تحت قيادة السيد عبد المجيد تابون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على اجتياز بنجاح امتحان التكيف مع هذه التدعيات والتأثيرات لا سيما من خلال إعادة بناء اقتصاد وطني قوي وتحقيق المزيد من الأمن الغذائي وكذا فيما يخص ترسيخ استقلالها الجيوس استراتيجي كل ذلك من أجل المضي قدما في تقوية وتثبيت عرى الجزائر هذا الجزء أعطى الحل هو في الأول تحدث عن متغيرات ستواجه كل الدول وبعد ذلك شخص الحل الحل أن الجيش لا يشك في قدرة الجزائر على تجاوز هذه الأمور والتكيف ما قالش أن هذه الأحداث والمتغيرات ستفرض على الجزائر التغيير بل يريد التكيف معها من دون تغيير معناها نحن في الجيش الوطني الشعبي أرانا معه عبد المجيد تبون وهذا في الإبقاء على النظام القائم الذي هو نفس النظام لم يتغير لكي نتكيف مع هذه التحولات هذه التحولات والتحديات الجيو سياسية والجيو استراتيجية الخطيرة والعميقة التي ستفرض متغيرات وتغير في الدول يجب أن تتكيف معها بإحداث تغيير وليس بمحاولة إيجاد بعض الحلول الترقيعية من حيث الاقتصاد من حيث الأمن الغذائي من حيث الحفاظ على السيادة ومن حيث التماهي الجزائر مع هذه التحديات لا أبدا أنت الآن أمامك تحديات كبيرة تحديات حدودية تتمثل في الإرهاب عندك تحديات أخرى تتعلق بملفات الجزائر الغرقة فيها كصراع وفي الصحراء الغربية هناك تحديات اقتصادية البلد وضعها الاقتصاد هاش هناك تحديات اجتماعية تتمثل في تدهور القدرة الشرائية الفقر البطالة أيضا هناك تحديات سياسية تتمثل في الهوة الصحيقة بين الشارع والسلطة بين الشعب والسلطة وهذه الهوة التسع وعدم الثقة في مؤسسات الدولة حتى المؤسسة العسكرية الشارع ما عاد يثق فيها خاصة أن ظهرت عليها الكثير من المواقف التي أثبت الواقع عكسها تماما وتحدثنا عنها مرارا وتكرارا مثلا هذا كانت على سلوس مدني إرهابي منذ مدة قلت راه مات وبعد ذلك يظهر حي من دون أي توضيح ونحن في زمن إعلامي مفتوح ترجمة نانسي قنقر